بتشوف انه زوء ووجدان المجتمع المصري زوء العين معتل او في خلل اختل او ما هو الناس دي ازا كانت الثقافة ما بتقدرش تسقف الناس الا في حدود طبعا ما قدرش نعمل نصل الى كل حد بفروض يعني ان شاء الله تصل الثقافة الى كل انسان لكن احنا في الطريق في اول الطريق منعجز الفترة اللي فاتت كلها حصل تجريف للثقافة تجريف للثقافة طبعا ازاي باختصار شديد جدا الانسان المصري الثقافة حسن الناس في الثقافة بيقولوا بيتصرف الدول عليه عشان يتصرف اتنين جنيه في السنة اتنين جنيه في السنة تصرف على الانسان المصري بثقافته فاذا كان يعني طبعا احنا في محاولات وفي جهد وان شاء الله طبعا ده يصبح حاجات زي كده انما اه الطريق طويل في هزا اعتقد ان التلفزيون او الدراما التلفزيونية بتنعب درج كبير جدا في قضية اه خلق الوجدان المصري والناقش مع علماء النفس والناقش مع علماء الاجتماع والناقش مع الناس بتاع الدراما التلفزيونية وغيرهم هنصل إلى هذا ولا أعتقد أن حد هيعارض هذا إلا يعني من كان عاوز يعارض يعني لأن الناس بتاخد المسأل بتاعها منين من هنا من حاجات زي كده فإحنا الدراما التلفزيونية هي اللي فضة مع السينما طبعاً إحنا عارفين شكلها الزي دلوقتي الدراما التلفزيونية الناس بتعود 90% من الشعب المصري قاعدوا قدام التلفزيون للآن طب كيف أتصف حل الدراما المصرية الآن؟ كيف أتصف حل الدراما المصرية الآن؟ أنا بقول إن هي الآن منحرفة جداً منحرفة جداً على الطريق طيب كلها ولا أنا ليه عدت السؤال؟ أنا عمر العالم مكان فيه فيه أعمال دراما حضرتك توقفت عندها بالإعجاب؟ فيه بتأكيد فيه بتأكيد مافيش فترة من الفترة وفيش في أي مجال زي إيه أعمال عجبت حضرتك السنوات الأخيرة؟ لا مش هقول أنا إيه اللي عجبدي ولا ما عجبنيش لا مش إيه اللي ما عجبكش إيه اللي عجبك؟ يعني فيه أعمال فيه أعمال طبعاً فيه ناس بتشتغل صح في كل المجالات دي المسرح والسينما والتلفزيون بتعمل حاجات يعني حاجات جد يعني زي إيه؟ بس ما بتظهرش يعني أجيب يعني أجيب واحد ناقد يقولك أنا ما شأقول يعني أنا طرف في الحكاية أنا طرف في الحكاية يعني في أي مجال وفي أي وقت في فترة يكون فيها المجال من المجالات دي منهار تماماً هتلاقي حد عمل عمل كويس يعني المبدع أحياناً يستطيع أنه هو يعمل عمله وربما يستطيع اختراق المجال اللي موجود ده اللي فيه هباب يعني ويقدر يعمل عمل كويس أحياناً يعني طبعاً المجال فيه هباب؟ حتى فيه هباب ورغم أنه فيه هباب ممكن يختارك فالعمال فيه عمل كويسة أو فيه عمل كويسة بس الشكل العام ما هوش كده الشكل العام ده مصمم على أنه يعمل الحرافات دي كلها والبزاءات والحاجات الغريبة اللي بنشوفها دي كلها لتصوره أو لأن ده صحيح ده بيروج العمل حسناً